موسيقى 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 السلام عليكم انا اسمي الدكتورة ديمة الاعتوب اخصائي الطب وجراحة العيون سيحكي اليوم عن موضوع حمرار العين حمرار العين موضوع واسع جدا له عدة اسباب اسباب تتراوح من اسباب بسيطة جدا زي التهاب الجفون جفاف في العين وجود جسم غريب داخل العين التهابات في الملتحمة ممكن بعض اسباب تكون اكتر خطورة زي التهابات القزحية او التهابات الداخل العين ممكن ارتفاع ضغط العين المفاجئ ممكن يعمل احمرار بالعين بعض حالات احمرار الاخرى ممكن تجي بعد ضربة احيانا او ارتفاع ضغط الدم الى نزيف على سطح العين يظهر على شكل احمرار في حالات اخرى الاحمرار تجي بعد العمليات ممكن ممكن اذا المريض تتحسس أو مشاكل في عينيه مع فرق عينيه مكسر إحمرار فإحمرار العين موضوع واسع جدا إلى العديد من الأسباب أهم إشي بالإحمرار هل هو إحمرار نتأكد إحمرار بعين وحدة إحمرار بالعينتين هل مع عارات تانية يعني الإحمرار ما مع تغيير في النظر نهائيا مع إفرازات بشكل كبير ظهر خلال أيام وعن بخفلة حالة ويكون سبب بسيط مجرد التهام فيروسي بالملتحبة أو تحسوس بسيط أو تهيط في سطح العين بس الإحمرار اللي بكون معاه تغيير في الرؤية ألم شديد في العين حساسية من الضوء في حالة لازم ورد على طول يفحص عينيه عشان يتأكد إذا فيه الاتحاب داخل العين لازم يتعالج على طول وسلامتكم جميعا